الأعشاب الطبية وفوائدها العلاجية ليست معتقدات فولكولورية ورسناها عن الجدات والشيوخ بل تحتوي على فوائد جدا عظيمة ومركبات فعالة تمنحها خواصها المطببة إليكم العرض المرئي للأعشاب الطبية وفوائدها الزهبية بسم الله أنا نعم لعصر الهضم والغسيان والقيق وألم البطن وله فعالية في عياج القولون العصبي وعطي رائحها منعشها للفن حبة البركة تساعد حبة البركة في إزارة السمون من الجسم لاحتوائها على مضادات الأكسادة وتحديدا الجلوتاثيون وهو مضاد أكسادة حيوي طبيعي يساعد في التخلص من السمون يستخدم مشروب الينسون وزيت الينسون لتقليل أعراض القولون العصبي وعلاج عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي خصوصا الانتفاخ وألم البطن بعد تناول الأطعام في مرضى القولون العصبي أما عن الشمر فهو يستخدم لمختلف المشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك حرقة المعدة والغازات المعوية والانتفاخ وفقدان الشهية والمغصي عند الردع مشروب الحلبة يستخدم لتقليل شعور الإناث بألام البطن أثناء فترة الطمس ويستخدم في أول ثلاثة أيام من الدورة الشهرية كما أنه فعالية في خفض مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكر من النوع الثاني أما عن الزنجبيل فهو يحتوي على مواد مضادة للالتهابات التي يمكن أن تصهم فيه استخفيف التهاب المفاصل يحتوي على مواد مضادة للأكسادة ومضادة للسرطان دلوقتي هنركب مع بعض الأعشاب دلوقتي هنحضر برطمان الأعشاب بتاعنا بجيب برطمان يكون مخصول كويس جداً وناشف تماماً ومتعقم وابدأ أحط فيه معلقتين من الحلبة ودي كنز كده حطينا معلقتين من الحلبة نيجي بقى على النعناع وده هحط منه معلقة واحدة بس لأن النعناع نكهته قوية جداً أنا محتاجة منه الفايدة دلوقتي ده اليانسون هحط معايا كمان معلقتين من اليانسون زي ما انتوا شايفين ده خلطة أعشاب محترمة جداً جداً لأي حاجة تتخيلوها وتتوقعوها وكمان الشمر هحط منه معلقتين بالشكل ده وبعد كده حبة البركة عفواً الكراوية هحط برضو من الكراوية معلقتين يبقى كله كده أنا حطيت منه معلقتين معادة النعناع حطيت منه معلقة واحدة كبيرة ودلوقتي بقى هنيجي البطل بتاعنا حبة البركة أو الحبة السوداء هنحط منها تلات معالق كبار مليانين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده المزيج الفتك من الأعشاب الطبعية دي كلها فويده ايه بقى؟ للصدر والددان والقلب والبنارة والمعدة والأسنان والطحال والنقرس والحميات والمفاصل والصداء وتمنع القيء والبواسير وعدة الكلب ولسعة العقرب ومهدئة ومطاهرة وللرضاعة وفتح الشهية والشقيقة والسعيل ومقوية للأعصاب خفضة للحرارة معطرة للفم والنفس بإذنه تعالى دلوقتي بعد ما ضفنا كل الأعشاب على بعضها هنبدأ نخرطها كويس جدا جدا مع بعضها هنقفل البرطمان ونرجعها كويس جدا عشان خاطر تبقى كلها بكميات متناسبة بناسبة متساوية مع بعضها ما يبقاش في حبة صغيرين من عشبة معينة والباقي كثير احنا كده عايزين ناخد معلقة يبقى فيها كل الأعشاب اللي احنا حطناها في البرطمان سبحان الله فوائد الحبة السودة لا تعد ولا تحصى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفوائد ومنافع الحبة السودة الشهيرة بحبة البركة في بعض البلاد العربية حيث قال في حديث صحيح رواه بخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام وزاد في رواية مسلم والسام يعني المو تعالوا بقى نحضر لنا كوباية كده هناخد معلقة من الأعشاب اللي احنا عملناها وهنحطها في الكوباية وطبعا احنا عايزين معاها مياه مغلية ومجرد ما هحط المياه المغلية هقلب تقلبتين كده بس وهغطيها فورا عشان احتفظ بزيوت الطيارة الطبيعية اللي هتخرج من من الأعشاب اللي انا حطيتها زي في حديث كمان نبوي عن الحلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلموا الناس وما في الحلبة لاشتراوها ولو بوزنها ذهبا دلوقتي بنشيل الغطا بقى من على الكوباية بعد معدد خمس دقايق احتفظت بكل زيوت الطيارة الطبيعية اللي خارجة من الأعشاب في المياه المغلية عايزة تحليها بعسل نحل تمام حطي لها التحليل دي طبعا حسب الرغبة عسل أو سكر ويفضل بالعسل النحل والأفضل من ده كمان انك تشربيها بس تحس بتعم السكر الطبيعي اللي طالع منها الأعشاب بتاعتنا هي عايزة تشربيها كده وتستفيد من القشور بتاعتها كمان يبقى زي الفل عايزة تصفيها الحرية الكاملة ديكي بس كده شوفوا اللون ما شاء الله لونها ورحبتها ما شاء الله حيوين جدا جدا يا ربي كل بيدي النهاردة عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك كافي بكم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا